تقني ومهندس الجوية الجزائرية يستأنفون العمل ويجمدون الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه منذ ليلة ثلاثاء الماضي القرار جاء بعد توصل نقابة تقني ومهندس السيانة إلى اتفاق مع سلطة العليا في البلاد والتي تعهدت بالتكفل بكل شغالة العمال المضربين وحسب بيان تلقت الشروق نيوز نسخة منه فإن الاتفاق تم التوصل إليه في حدود منتصف ليلة الأذبعاء إلى الخميس وعليه دعت النقابة كل العمال التقنيين إلى الالتحاق بمناصب عملهم بعد دخولهم في إضراب مفتوح بداية من ليلة ثلاثاء هذا وقد تسبب الإضراب في شلال شبه كلي في الحركة الجوية للرحلة الداخلية والدولية فيما أقلعت طائرات دون خضوعها لعملية الصيانة والمراقبة الدولية هذا وقد قضى المسافرون يوما كاملا في بهوي المطار فيما رفضت إدارة الجوية الجزائرية التفاوض مع المضربين وعتبرت إضرابهم غير شرعي